صباح الخير من صباح الخير على مشاهدنا الكرام معاكم النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم شيف ستار اول حلقة معاكم النهاردة هنقدمها لكم وان شاء الله هنعمل حاجات كويسة جدا لو تعجبكم حب الاول عرفكم بنفسي الشيف يهاب نجيب ومعايا النهاردة الشيف ياسين من سوريا حب ارحب به اهلا وسهلا شيف يهاب الشيف ياسين معكم من سوريا جاي عملكم اكلات سوريا النهاردة هنعمل كابسة ان شاء الله هنعمل كوبايب عينية ان شاء الله ان شاء الله النهاردة بعد ما شيف ياسين عرفنا الحاجة اللي معاه وانا ان شاء الله هنعمل النهاردة معاكم مكارونا وايتسوس بنا وهنعمل معاكم كفتة الحاتي كفتة ما شوية بطريقة كويسة وان شاء الله تنقول اعجاب حضراتكم هنبدأ دلوقتي نعمل الحاجة بس بعد ما نعرفكم على المكونات اللي معانا اللي احنا نبدأ نشتغل بها هخلي الشيف ياسين يبدأ بالحاجة بتاعته معنا هنا الفراخ بتاع الكبسة ومعنا الرز اللي هنعمل فيه الكبسة ومعنا التواب اللي بتاعتها الملح والفلفل والزيت والسمنة وعندنا الزبيب هنا والحبهان والعين الجمل وعندنا اللي هو الكاري والتواب اللي بتاعتها وعندنا إرفة العيدان تمام دي مكونات الكبسة اللي هنعمل فيها الكبسة وعندنا مكونات اللي هو الكوبابة النية اللي هو اللحم المفرومة مغير سمين خالص مع العين جمل وبشرة الليمون والملح والفلفل والزيد الزيتون دي اللي احنا حضراتك هتقدمه لنا النهاردة شيفيا سينا ان شاء الله النهاردة هقدم لكم مكارونة ويتسوس بنا مكارونة عبارة عن كيس مكارونة لام كيلو لربع لبن جبنا موزوريلا وهعمل لها البشم البتاعه اللي هو الويتسوس بتاعه تلات معالق من الدقيق معلقة ربع معلقة من الفلفل الاصمر نص معلقة من الملح بخليهم على جمب وان شاء الله النهاردة هنم معك كفتة الحاتي وهي عبارة عن 800 جرام لحم صافي و200 جرام دهون عشان يمسك معايا بشر بصلايا بشر بصلايا مش المياه كلها بصلايا وسط على الكيلو هحط معايا التدبيلة بتاعتي اللي انا عملها لكم النهاردة وهي عبارة عن ملح وفلفل الاصمر وكمون وبحط معايا جسط الطيب مستيكة وبحط ورق لوري مطحون وحبهان مطحون ده النهاردة اللي هننزل بها عالكوفتة بتاعتنا هنبتدي شغل النهاردة عشان ما نطولش على حضراتك وانا والشيف ياسين الله شيف ياسين نبدأ ونوري الناس هنعمل ايه دي اللحمة دلوقتي بتاعتي هنزل عليها البصلوية بتاعتي كده بشر البصل بس وهبتدي نزل عليها الخلطة بتاعتي اللي انا عاملها لها ومجهزها لها تمام ممكن اخد شوية من الزيت معايا عشان نربط بيه تمام هبتدي دلوقتي كده هتنقلق مع حضراتكو شيف ياسين اهو عرفنا طريقة عمالة بيتطدر يا شيف ياسين هنسيح الزيت ده حوالي 100 جرام حوالي 100 جرام لرز الكبسة لرز الكبسة تمام قولينا بقى كده يا شيف ياسين واحنا شغالين حضرتك احساسك ايه بعد ما نزلت من بلدك وحاسس بالمعاملة ازاي هنا او بتحس بايه وانت في وسط بلد يعني زي بلد التانية طبعا مصر والله لما جيت انا مصر بقالي هنا 8 سنين يعني حسيت بلد التانية مفيش فرق سوريا ومصر يعني يد وحدك كانت من الزمان لحد الان ان شو الله يعني مفيش فرق فرق ان شو الله وبعدين يا شيف ياسين احكي لنا بقى اش معنى مهنة الشيف اللي اخترتها عشان تخش فيها ولا انت اصلا كنت تشغال بيها هناك لأ انا كنت شغال فيها من سوريا حوالي 8 سنين بقى لي فيها من 8 سنين في مهنة الشيف حضرك تفتكر اول مكان ما دعت فيها بعد الزمن يحط الميا اه انا دي احبها المهنة دي اول اه من زمان يعني انت من سوريا اصلا انت شغال اه هواية كنت فيها تمام فهم حضرتك ده تشي فاسين عمل لنا 100 جرام سمنة حطيناهم سيحناهم وحطينا المياه بتاعتنا وهيورينا بقى التفاصيل بتاعتك كل كيلو رز كل كيلو رز عايز كيلو ونص مياه كيلو ونص مياه كيلو ونص مياه تمام ده الرز الكابسة بتاعنا ده الرز الكابسة اللي احنا هنعمله تمام تمام وانا دلوقتي زي ما انت حضراتكو شايفين حطت التوابل بتاعتي ممكن بس ازوت لها شوية فلفل اصمر وشوية ملح من عندي دي الزيادة اللي ممكن اقلب بها كده انا عملت الكفتة بتاعتي مع بشرة بصل دعاكتها كلها لوحدها نحط الزباب معهم زي ما انتو شايفين الزباب بعد كده الورا اللورا اه هيد ده تست كويس جدا اه طبعا بعد منا اللوميا اه اللايمون ناشف ايوا والقرف العيدان قطعتين شغيرين كده عشان بس تدي تست تدي تست معنا تمام اكيد ومعنا هنا كاري معنا كاري كاري ايوا معلع صغيرة كاري معلع صغيرة كاري تمام ومعنا هنا التوابل الكابسة اللي هو عبارة عن سبع بهارات كبابة ثانية اه وكزبرة وكمون تمام نهارده ده اللي انت حطيته لحد دلوقتي من حتى الكابسة تمام حطينا ايه حطينا شح للجمهور حطينا حبهان اه وحطينا ليمون يابس اللي هو اللي هو اه وحطينا ورق الغار اه وحطينا الأرف العيدان اه تمام والزبيد ده اللي حطينا في الرز الكابسة تمام دلوقتي بقى هخوكو وارجع تاني حضراتكم معايا عملنا ايه في كيلو اللحمة اللي هي طريق كفتة الحاتي شال برضو اللي ما تفرجش يعرف تاني حطينا عملنا تمنمائة جرام من اللحم الصافي مع عمتين جرام من الدهون حطينا معاهم بشر بصلايا خدنا المياه بتاعتها هيا طلعتها وخدت البشر بتاعة البصلايا كله نزلته على اللحمة عندي وحطيت لها التوابل بتاعتها بتاعت توابل اللحمة كفتة الحاتي اللي انا قلتلكو عليها اللي هي عبارة عن ملح وفلفل اصمر وكمون وورق لوري وحبهان نطحون وجسط الطيب كل دو مكسناها بيه وزي ما انتوا شايفين انا بعملها صوابع كده وهدهن الجريل اللي عندي سايبه يسخن هدهنه بالزيت وهبتدي انزل عليه تبام شيف يا سين حضراتك بقى قولينا كده اول مكان اشتغلت فيه كان يعني كان عبارة فين طبعا في سوريا مش في هنا كنت اشتغلت اول مكان الناس اول ما شافيتك كان صاحب الشغل قالك ايه او حسيت بايه في المكان اللي انت شغل بيه انا كنت شغل في مطعم بواب الدمشق ده من اكبر المطعم عندنا في سوريا يسعى 3000 شخص ده من اشهر المأكلات السورية عندنا ده لما دخلت فيه طبعا بقى ديت سور لا تعلمت بقى لما تعلمت وصاحب المطعم يعني مش كان عايز يسيبني خالص كان يقول لي انت من احسن الشايفات اللي عندي موجودين اكيد بتحبي شغلك مهتم في شغلك نظيف في شغلك متقن شغلك والكلام ده بعد كده يعني ما حصل عندنا المشاكل كده بسوريا سفرت مصر اعمل المشروع هنا في مصر والحمد لله يعني انت بيجين هنا في مصر شغال هنا في التجمر الخامس ان شاء الله وانت بيجين انتاج حلو في المصر يا رب وعندنا هنا جمعيات ندخل فيها وكده واخواتنا المصريين متعبعين معنا مش سايبين كل حاجة معنا هنا فيها ربنا يحميهم يا رب شاء الله عرفنا بقى الطبق التاني معاك حضرتك الطبق التاني اللي احنا هنعمله اللي احنا هو الكب النية عبارة عن اللحمة المفرومة اه من غير سميق خالص طبعا لحمة حمرة ايوه والبرغل الناعم ننعوه ننعوه حوالي تلت ساعة تلت ساعة من قبل ما نزله على اللحمة يا نالي تلتمئة جرام اللحمة المفرومة عايزين ميتين جرام من البرغل من البرغل بتحطهم كده فبعضهم تمام وبتعملهم دعكة دعكة كويسة في ناس بتحطهم على المكان لا ده غلط المفروض يندعوكم دعكة كويسة دعكة كويسة فيها تمام زي كده بعد كده بتحط عليها التوابل والملح والفرات بتاعة ساعة اللي احنا هنشرح عليهم بعد ما ندعك اللحمة بإذن الله تمام إن شاء الله دلوقتي بعد ما بصبع هوة الكفتة زي ما حضراتكم شايفين وسخنة الجريل اللي عندي بيسخن دلوقتي بقى هننزل بالوصفة التانية وهي المكرونة الوايت سوس بتاعتي اللي أنا قلتلكوا عليها أول حاجة هنزلها طبعا شوية من الزيت هنزلهم معايا في الطاصة تمام ده أول حاجة بعد كده قلنا بقى الوايت سوس اللي هو البشم البتاع عبارة عن إيه أربع معالق من الدقيق الكبار أربع معالق من الدقيق الكبار ربع معالقة فلفل أصبر وربع معالقة بلح نزلتهم في الزيت بعد ما سيخن معايا هبتدي أقلب بيها زي ما حضراتكم شايفين كده كده احنا دعكنا اللحمة مع البرغل بالوقت هنبدأ نحط الطوالب بتاعتها احنا هنحط ملح كده أنا بس معالعة صغيرة في الأسمر ربع معالعة صغيرة تمام وهنحط معها البشة الليمون تمام فضل دلوقتي احنا بعد ما عملنا إيه بعد ما حطينا وزيت الزيتون طبعا اه وندعك التاني ده تمام فضل معك دلوقتي بعد ما احنا حطينا الديق بتاعنا هننزل عليه بالكيلو إلا ربع اللبن وافضل أقلب مع استمرارية التقليل لحد ما لاقي البشمل تخن معاي تمام هديني مع حضراتكو وهوريكو بس طبعا أهم حاجة أفك الديق اللي نزل مني تمام دلوقتي بقى شيفاسين عرفنا بعد ما عملت كده وسايب الحلة دي عموة هننزل بيها المكون التاني هننزل نبتدي ننزل بإيه معاه هنحطي معاها الفراخ تمام الفراخ اللي انت عاملها معا ايوه تمام في المية نفسها بتاعتها في المية بتاعتها ايوه نحط الفراخ بعد كده نستانيها لا تغلي شوية اه ونحط الرز بعد في فوقها نستانيها كده تغلي بعد كده ننزل فيها بالرز تستوي على الآخر ولا تاخد يعني نص سوا نص سوا نص سوا ايوه تمام عشان يطلع الرز مع بنكة الفراخ حاجة فضيعة لنا بقى كده يا شيفاسين على أكلة سورية انت بتفضلها أو لما بتعملها لحد بيشقلك فيها جدا 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 هتحب حضرك تنصحنا بإيه مثلا ممكن تقولوا عندنا المناسف المناسف حاجة فضيعة دي عبارة عن ايه بقى عرفنا عن رز اللي ندخن بالفحم والباطل الخروف بنحطه كده على الوش ونكسرات حبات المكسرات الكاجو اللوز عين الجمل الكلام ده كله وبعد كده بنقدم الدمها صوص طماطم اللي هو صوص حرائي بيجي شوية اللي هو صوص مكسيكي ده يعني لك ده حاجة فضيعة قوي ده يعني مش منهدي منها كل العالم تطلب منها المصريين اكتب السوريين والله اكتب ربنا يخليك يا ربي شفيها طب حضراتك من ساعتنا نزلت هنا ايه اكتر اكلة مصرية عملتها معنا يعني ايه اكتر اكلة مصرية حبيتها هنا معنا عندكم انفتة الجوارع ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دي حاجة فضيعة والله يعني انا على طول بأكلها اه حضراتك يعني حبيتها جربتها طبعا اه انا جربت اكلات مصرية كتير ما شاء الله عشان ما فيش فرق بين مصر وصوريا دلوقتي حضراتك شغال هنا معنا اه مصر صح دلوقتي عرف الناس احنا بنديها مثلا وقتها دي بنضعك فيها يعني حوالي 10 دقايق بتدعك اللحمة مع البرغل عشان البرغل يكون متنصك مع اللحمة واخد اللي هو عايز الكفاء بتاعتها تمام بعد كده احنا خلصنا كده الدعك بتاعتها نحطها في طبق ونفردها بقى تمام ور الجميع دلوقتي انا عندي بعد خلاص صبات الكفة هسيبها ترتاح لمدة 3 دقايق والزيت عندي بيسخن في الجريل بتاعي ممكن ندخلها الفرن عادي جدا ممكن نحطها على الجريل عادي جدا ممكن نسيخها ونشويها على الفحم لو عندنا كفتها تطلع معنا لذيذة جدا ومش دا سيمة قوي يعني اللي هي كويسة وطبعا هتنول اعجاب حضراتكم كلكم تمام كده احطها هنا احيان كده زي ما انتو شايفين معايا طبعا انتو بقى لو شمين الريحة حاجة تانية خالص تمام هرجع افضل اقلب معايا في البشم البتاعي تمام زي ما انتو شايفين دلوقتي عملنا ايه عملنا اللحمة بتاعتنا وعملنا المكارونا دي طبعا احنا سلقينها بسلق المكارونا ازاي في اتنين لتر مية بحط الكيس المكارونا بتاعي او حجم المكارونا اللي اعايز اسلقه وبحط زود لها الملحة قروليس في المكارونا وانا بسلقها بعد كده باخدها بتطلع معايا بالكلام بتطلع معايا بالشكل دوان بلفها في شوية من الزيت وبخليها عندي على جنب اول دلوقتي ما البشم البتاعي بتب بيبتدي يتقل هنزلها عليها وبعد كده هضيف لها جبنة موزريلا وادخلها الفورن بتاخد وش فيه ناس بتحب بتاكلها كده من غير من غير ما تخش الفورن استطعم بس الجبنة الموزريلا طبعا هي حاجة كويسة جدا بس برضو الجبنة الموزريلا بتديها تست اللي هي لما بتسيح في الفورن عندنا زي ما انتو شايفين كده دلوقتي طبعا هي بنية بعد ما خلصنا منها وزيناها وحطيناها للعين جمعا على الوش والزيت الزيتون وحطيناها في الشكل ده ومش عايز اقول لكم يعني بصراحة أكلة فظيئة عندنا خالص في المقبلات دي دي لازم أكلة أساسية عندنا في رمضان ما نقدرش بلاها ممكن بقى نعيدها التاني برضو للمشاهدين عشان اللي ما شافاش وعرف الوطفة تمام هلقى دي اللحمة مفرومة عبارة عن اللحمة مفرومة من غير سمين خالص حوالي 300 جرام مع 200 جرام البرغل الناعم منقوع حوالي 3 ساعة ومالعة صغيرة ملح وربع مالعة صغيرة فلفل أسمر وبشرة ليمونة صغيرة نعمة وقوزة الطيب وبعد ما نخلص ندعكها من مدة 10 دقايق بعد كده منصفها بالطبق منحطها منرسمها في الشكل اللي انت عايزينه الشكل بقى وبعد كده منحطها وشها زيت الزيتون والحبة والعين الجمال تمام تصبح عندنا على الشكل ده تمام دي كده خلصت ممكن نعرضها هنا عندنا لعز المشاهدين زي ما حضراتكو شايفين بقى الشيف ياسين دلوقتي هيرجع لا الكابسة ويشوف الكابسة بتاعتنا وصلت أخبارها إيه تمام ده ريحة فضيعة أكيد طبعا تسلم إيدك يا شفيا ربنا خليك يا رب ده منزوع ربنا خليك احكي لنا بقى الشيف ياسين دلوقتي أول ما نزلت هنا بقى مصر فكرت إن إنت هتشتغل بمجالك إزاي إلقت ما إلقتش يعني فكر لينا كده حضراتك فكرت في إيه أول ما نزلت مصر قلت يعني إنت مثلا كنت متخيل إيه ولقيت إيه اتصحبت على الناس هنا إزاي عرفت المطعم اللي حضراتك شغال فيه دلوقتي إزاي أنا أول ما جيت إلى مصر ريشفها يعني قلت الحالي إطلع شوف الدنيا عاملة هناك إيه الدنيا فيه مطاعم شغالية كده شغالين ريحت دورت على المطاعم دقيت فيه ناس قبول كتير على الأكل السوري أكيد طبعا أنا ضعفتوا كده والحاجات دي أكيد فكرت إنه اشتغل في مطعم اشتغلت الحمد لله في مطعم اللي هو مطعم ابن الشام في التجمع الخامس وبسم الله ما شاء الله يعني عملنا شغل حلو كتير وبقت الإقبال كتير علينا الأكل السوري أكيد طبعا يعني فيه نسبة كثيرة عالية تحب الأكل السوري أكيد دلوقتي ممكن تقول لنا كده على صرف ديزر تحلية للمشاهدين سوري طبعا عايزين مثلا إحنا نعمله ممكن نعمله في حلقة جاية أنا وإنتا برضو إن شاء الله في برنامجنا شيفي ستار ممكن تقول لها على أي مثلا صنف تحلية ولا حاجة عندكو في سوريا ممكن عندنا الكنافة الكنافة بيجيبنا الكنافة بالأشتغ كنافة نابولسية أكيد وفي عندنا الهريسة الهريسة دي حاجة فضيعة برضو قوي وفي عندنا برضو إحنا بنعمل أمو علي بس عطرية السورية مش مصرية برضو دي المرة جاية لا ممكن تعرفها لنا برضو ممكن نوسفا إن شاء الله نعملها برضو في الحلقات الجاية دي أمو علي بنحط حوالي لبن مغلي من غريها الغاز مع السكر كمين ومن جيب العجينة اللي اسمها عجينة ميلفين برضو من نقطعها كده حتى صغيرة منحطها في الطبق ومنحط اللبن المغلي عليه بعد كده منحط في حاجة اسمها نسلة ده حليب مكسف عبارة عن حليب مكسف وبعد كده منحط الزبيب والكاجو والعين الجامعة اللي منحط بقلبها ومنحط بقلبها عسل كمين وفي حاجة اسمها عندنا قشطة قشطانية منحط بقلبها برضو قشطانية وبعد كده منحط على وشها كريمة من دخلها للفرن لمدة 10 دقائق كمين ده حاجة فظيئة برضو هتعملكم إياها إن شاء الله المرة الجاية هتشوفوا من نفسكم عمل إزاي إن شاء الله في الحلقات الجاية ربنا أخليك يا ربي شفاها بإذن الله بنا أخليك حضرات بها دلوقتي شايف مثلا إن إنت لو جالك عرض إن إنت تفتح مطعم هنا في مصر ممكن مثلا تقدم لنا في أكلات إيه ممكن هتشغل معك هنا ناس مصريين تديهم الخبرة تاعت الطبخ السوري ولا تجيب ناس معاك من بلدك وهتشغلهم في المكان ولا إيه؟ لا أكيد طبعا أشغل مصريين عشان إحنا بلد واحدة يعني وعندنا يعني زي ما أنا تعلمت في بلدي أعلم غير يعني مش صعبة دي المهنة بالعكس الفخر ليه إن أنا بعلم حد يقول بعد ما يتعلم يطلع يقول أنا مثلا تعلمت من الشيف ياسين إخراج الشيف ياسين ده فخر لي بالعكس ده إسم لي وحضرات طبعا إسمك كبير طبعا حضراتكم عارفين إن إحنا مش برنامج دي كانت مسابقة والحمد لله طلعت أنا دلوقتي أنا والشيف ياسين في حلقاتها الأولى تاني والشيف ياسين قدم لنا زي ما أنتوا شايفين النهاردة وصف لهم يا شيف ياسين حضراتك عملتني قدمنا الكابسة النهاردة بالفراخ وقدمنا الكوبايب النية الكابسة دي أصلها من سعودية مش سورية أصلها الكابسة بس اللي إحنا عندنا في سوريا برضو نعملها بطريقة مختلفة تمام النهاردة عملنا دي ممكن تقول له برضو موصفاتها تاني الكوبايب النية هي عبارة عن 300 جرام برغل تمام و 300 جرام لحمة 2 جرام برغل تمام ومالعة صغيرة ملح وربع معلعة فلفل أسمر أكيد ورشة جوزة طيب ورشة بشرة ليمون وبشرة الليمون ندعكها لمدة 10 دقايب في الضبط تمام دي الكابسة من أشرة المأكلات السورية أكيد طبعا دلوقتي احنا عندي البشاميل بتاعي ابتدى يتقل هبتدي أنزل عليه بالجبنة المودرلة كده وبرضو هفضل مع استمرارية التقليب فيها تمام كده زي ما انتو شايفين حضراتكو دلوقتي احنا عملنا ايه بقى؟ دلوقتي عملنا مكارونة البنة وعملنا الوايت توس بتاعها ومعانا كفتة الحاتي عن نارة هين زي ما حضراتكو شايفين طبعا الريحة طالعة بتاعت الكابسة وبتاعت كفتة الحاتي كويسة جدا 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 ان شاء الله هتنلق إعجابكو هتعجبكو كويس جدا أكلمكو بقى عن موقف مثلا حصال لي انا في الشغل بتاعي لما جيت عملت الصنف دوا عندي في البيت عجبهم جدا بصراحة فروحت بصراحة أمي دوا الناس اللي معايا في الشغل قبل ما أعرضوا لحضراتكو عجبهم الصنف بتاعي وقالوني كويس جدا فقلت أعرضوا مع حضراتكو أشارككو معايا فيه وأعرف برضو أعاوز أعرف رأي حضراتكو فيه دلوقتي بقى الشيف ياسين هيكلمنا دلوقتي عن الأطباء السورية اللي مش معروفة عنها كتير وطعمها حلوة يعني زي إيه مسلا يا شيف ياسين في عندنا حاجة اسمها باسمشكات دي الباسمشكات قطع لحمة دي تجي في الخارف وأربعة حتك في الخارف كله فيها أربعة حتك باسم دي جي أحدات لحمة نفتحها كده لحنا نحشيها رز ولحمة برضو وسنوبر وعد كده نخيطها في الخيطان ونغلفها ونحطها في المياه مع التوالد بتاعتها اللي هي ملح وفلفل بسبعة بهارات دي نحطها لمدة ساعة في المياه بعد كده دي أكل مشهورة عندنا في السورية كتير قوي برضو طيب كمسة دلوقتي كده بعد يا شيف ياسين بعد ما الفراخ بتبتدي تاخد نص سوا اشرح لنا كده واشرح للجمهور هتنزل على الروزة هتحط عليها توابل إيه هتحط عليها بوارات إيه ممكن نعرف هلأ نحنا حطينا التوابل بتاعتها اللي هي هو الملح والفلفل الأسمر وحطينا الزبيب والعين الجمع الحبهات وحطينا الأرفة العيدان وحطينا اللومون اليابس وحطينا الورق الأولى بعد كده احنا حطينا الفراخ تاخد نص استوى بتاعتها بعد كده هننزل بالرز بتاعتها حوالي نص ساعة يكون الرز طعمة الفراخ بعد كده خلاص نقدمهم للجمهور إن شاء الله وإن شاء الله يجب الكير إن شاء الله وانا دلوقتي برضو الويت سوس بتاعي ابتدأ يتقى معايا إن شاء الله هنزل بيه المكارونة بتاعتي وفي الآخر خالص هزينها ببوائق جبنة المتزللة الموجودة عندي اللي أنا استخدمتها في الوصف عايزك تشيف فهات شرحنا إزاي عملت بكفتة الحاتي كفتة الحاتي دلوقتي جبنا 800 جرام من اللحم الأحمر الصوفي وحطيت معاها 200 جرام من الدهون بعد كده عملت لها أنا تدبيلة بتاعتي اللي هي بتاخد عبارة عن معلقة فلفل أصمر معلقة كمون معلقة كبيرة من الملح وبحط لها برضو جسط الطيب مطحون ورق لوري مطحون حبهان مطحون بمكسها كلها في قلب بعطاها وبحط معايا بصلايا من البصلايا بشيل الميا بتاعتها وباخد البشر بتاعها بحطها فيها زي ما حضراتكم شايفين وبحط إيديا في الميا بتاعت البصل وبصبعها ممكن عملها على الجريل بيكون طعمها حلو برضو وبتخسر دهون كتير للناس اللي ما بتحبش الدهون في الأكل الكتير وممكن أسياخها واعملها عندي على الفح وممكن برضو أعملها فصنية ودخلها الفرد ودي حضراتكم بقى الطريقة بتاع الكفتة الحاتي عرفناكو الطريقة بتاع المكرونة البنة تعمل المكرونة البنة مكرونة البنة ويتسوس بعمل فيها إيه؟ بجيب أربع معالق من الدقيق وبحط نص معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الأصمر بحطهم كلهم على بعض وأول حاجة بنزل زبدة أو زيت في الطاصة بتاعتي بخليه يسخن بنزل عليهم بالدقيق بفضل أقلبه 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 لحد ما يسفر الرونه معايا ويقرب بعد كده ابتدي أمزل بكيلو لربع من اللبن علشان يتقل معايا يخليه تقيل زي البشابيل بتاعي بعد كده بنزل معايا بجبنة موزرلة بحطها معايا في الأكل بتاعي بفضل أقلب 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 فيها جامل مش هسيب مش هوقف تقليل لحد ما تتقل معايا بعد كده بنزل المكارونة وديها تقليل وزود ملح وفلفل الأصمر وبعد كده بقدمها في الطبق للجمهور إن شاء الله حاجة هتعجبكو جدا وهتنلق إعجابكو بين عليها وريحة بتشاهد والله يا شيفاء ودلوقتي بقى نشوف رز الكابسة ويسي اللي بصراحة الواحد مش قادر يستحمل الريحة حبيبي شيفاء دلوقتي بقى شيف ياسين عرفنا يعني إنت دلوقتي إن شاء الله لو فتحت مثلا مطعم هنا عندنا في مصر تمام إيه الأكلات اللي ممكن تقدمها لنا الأكلات المعتاد عليها في سوريا اللي هي كوبايبة باللبن كوبايبة باللبن طبعا دي حتات كوبايبة زي المقلية بس لا دي بنحطلها بالقلبها الزبادي وعندنا الشاكرية اللي هو لبا مطبوخ مع فراخ نعمة منفرومة ورز دي قدامها في عندنا حاجة اسمها كباب هندي هي العلم دي لما تقول كباب هندي بتفكرها دي جاي من الهند لا دي أصلها سوريا دي صوص تماطم متأطلع مع بصل وفلفل والتوابذ بتاعتها وعليها صوابع كفتة صغير نعمة تمام وإيه ثانية شفتة وفي عندنا الكوسة باللبن كوسة باللبن بكوسة بالزبادي كوسة متأورة كلها ومحشية لحمة وبصل وسنوبر وبتنزل بقلب الزبادي وبتنطبخ وتقدم قدامها رز بشعرية رز بشعرية دي حاجة برضو يعني مش عايز أقولك لازم تدقوها دي إن شاء الله نعمل دويته صحي دي إن شاء الله لازم تدقوها خالص دي أفخم الأكلات السورية عندنا يعني بجد الله وفي عندنا يعني الحاجات اللي هي تحلية بقى عندنا بقى حاجة اسمها مخشوشة مخشوشة بكنافة بقلبها محشية أشطة تمام وعليها وشها موز عليها وشها موز دي دي برضو حاجة يعني خرافة جدا ودسمة جدا 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 يعني بيأكلها مش عايز أكمل أكل تاني خالص صح؟ أكيد دسمة جدا مع أشطة وموز وكنافة ذات نفسها والسمنة اللي هتعمل بيها يكون دسمة جدا نرجع بقى نرجع بقى الكابسة احنا دلوقتي بدأ التقبل المية ننزل عليها في رشة كده من صفار البيض باللون شروق غروب الشمس ده لون أصلا لون ده بيعطي عادي من عند العطار أو صور مرق ده بيعطي لون غروب الشمس تمام بيخليها لها لون مميز لون مميز تحتار تاكل الفين بقى أكيد طبعا هي ريحة لوحدها مش محتاجة يعني يا شكاسين وبعدين بعد ما عملنا كده إلا هي حصلتين عندي كده بقى نسيبها شوي تغلي عشان تاخد اللون بتاعتها الفراخ تمام هيديها دلوقتي لون اللي فراخ بتاعتنا الفراخ تبقى لونها يعطي على حمار كده لون فاهي لون غروب الشمس فاهم حضرت دلوقتي بقى وصف لنا تاني هتكملها ازاي يعني بعد ما تقلص دي هتكملها معنا ازاي احنا دلوقتي بعد ما حطينا اللون بتاعتها نخليها تغلي شوي عشان تاخد اللون بدأت تاخدوا اللون ها ها بعد كده نخليها تشي ربع عشر دقائية تقريبا بعد كده ننزل فرز تمام بعد ما ننزل فرز تاخد حوالي تلتة ساعة من استوى تمام بعد كده نقدمها بإذن الله ان شاء الله تعجبكم وكل يوم معنا جديد بجديد ان شاء الله ان شاء الله هنعمل طبعا حلقات تانية جبيرة اكيد طبعا انا اشرف لي اكون معكم في الحلقة دي طبعا ده شرف لينا طبعا يا شيف ياسين ان شاء الله وان شاء الله هيكون برنامجك وبرنامج اي حد عايز يقدم فيه الوقت برنامج شيفي ستار معروف على جميع مستوى مصر كلها وخارج مصر كمان طبعا بالاضافة للشيف ياسين جايلنا من سوريا هو نورنا جدا والله في بلدك التانية وحضرتك تنورنا في اي وقت والمكان مكانك الله يخليك يا شيف ها ده شرف لي ان انا طلعت معكم مع القناة دي عشان انا بيجد بيجد بيحترم شعبي مصر واهلي مصر والقناة بإذن الله يعني فاتحة خير لينا وفاتحة خير الجبيع أمة محمد يا رب ان شاء الله وشرف لي ان انا طلعت معك يا شيف ايها ان شاء الله دلوقتي هنطلع فاصل مع حضراتكم وهنرجع لكم تاني واتغيرهم محطة واتروح في اي حد طبعا انا حب طبعا اشكر الاعلامية المتقلقة الاستاذة حرناجي على انها شركتني في المسابقة معاها وهي اول واحدة بصراحة وقفت معايا من ساعة ما دخلت برنامج شيف ستار وبشكر فريل اعداد كله وبشكر اسرة البرنامج واللجنة اللي قيمتني وخلتني واقف قدامكم النهاردة ان شاء الله هنبتدي برضو نرجع مع حضراتكم كابسة ريحيتها طلعة طوحة جدا متاعت شيف ياسين وانا خلاص الرابط المكرانة عندي تستوي والكفتة الحاتي خلاصة هي خلاصت في السوا بتاعها وان شاء الله هنقدمها لحضراتكم وهتعجبكم جدا وممكن برضو الشيف ياسين نوري الناس الكابسة بتاعتنا كابسة الفراغ زي ما شرحناكم من قبل انو الفراغ بنحط لها اول حاجة السمنة بتاعتها بتسيح شوي بعد كده بنحط لها المي بتاعتها بعد كده نحط الطواب اللي هو اللوميو وبعد كده نحط الحبهان وبعد كده نحط الحبهان وبعد كده نحط الورق الغار وبعد كده نحط الفراغ بعد ما يستوي الربع لإستوى الفراغ نحط معها هو اللون بتاعتها غروب الشمس ده صفار البيت اسمه بعد كده نسيبهن حوالي تلت ساعة على النار حتى تغلي المية شوي تستوي إستوى الفراغ بعد كده ننزل بالرز بتاعتها وإن شاء الله يعني تلت ساعة بعد كده تستوي بعد ما نحطها ونقدم لكم إياها إن شاء الله طباش إياه وعملنا هنا الكوبايبة وهي الكوبايبة النية اللي شرحناكم عليها برضه من قبل الكوبايبة هذه النية دي مقبلات دي عبارة عن لحمة مفرومة وأبرغل وتوابل والعين الجملة والزيت الزيتون دي ما شرحناكم في الطبق ده والشكل ده عملناه في شكل محترف بإذن الله دلوقتي يا جماعة بعمنا عايز أقول لكم إن المكارونة بتاعت البشاميل اللي بتادي يتقل ههو زي ما انتوا شايفين حتى أنتوا تلاحظوها والمعلقة بطلع رحتها تحفة جدا بصراحة ورحت الكبسة طبعا طغي عليها جدا ودلوقتي معانا كفتة الحاتي وإحنا بنعملها على الجريل علشان الناس اللي ما بتحبش الدهون الزيادة بنعملها على الجريل بتخسر أعلى نسبة من الدهون طبعا أنا بشكر تاني أرجع وأشكر أستاذ حور ناجي على كبولي في هذه المسابقة إن شاء الله يعني مش هيكون أول وآخر حلقة وإن شاء الله هنعمل أكتر من حلقة وهتنول إعجاب حضراتكم جميعا أهم حاجة تشجعونا وتقولونا إيه رأيكم في الوصفات اللي احنا بنعملها واتبعونا على صفحة البرنامج تمام ده يا شيف ياسين احنا عملنا أول طبق تاني طبق ده ممكن مسلا ياخد مننا وقتها دي عبل ما نعرضه حوالي نص ساعة حوالي نص ساعة عبل من بداية منزل عليه الروز أنا خلاص يعتبر خلصت المكرونة بتاعتي وبرضو الكفتة في الفينيش بتاعها الأخير تعال بقى نحكي كده مسلا يا شيف ياسين إن شاء الله يعني إن شاء الله لما أنت نزلت اشتغلت معنا في مطعم هنا أول مطعم في مصر اتعاملت مع الراجل إزاي أو هو عرض عليك إيه أو أنت عرضت عليه إيه أو عرفته بنفسك إزاي عرفنا بنفسك وعرفنا عملت معي أنا لما دخلت عنده المطعم قلت له إنه أنا معك الشيف ياسين عايز يشتغل وأنا عايشي في أمومي قالي إنه لازم نعمل تست تلات سيار ده أكيد طبيعي قلت له ما فيش مشكلة التست قبل أي كلام يعني التست هو يبيثبت وجودي أنا في المكان ده أكيد نزلنا عملنا تست بسم الله ومشه الله بقى لي عنده 8 سنين المطعم ده هنا في مصر آه ما طلعتش من عنده خالص نبه ما جيت مصر لحد الآن أنا عنده في المطعم ده إن شاء الله والحمد لله إثبات وجودي في المطعم والحمد لله يعني ما فيش أي استغناء عني طبعا حبي يكون مع الشيف ياسين ويستغن عنك ربنا أخليك يا ربي أنا أنا ماسك القسم كله هناك المطبخ السوري وماسك إدارة العام هناك برضه إن شاء الله ومشاء الله يعني حاجات هنا في مصر إنت لما تشتغل في مصر عندنا عمالة مصريين عمالة سودانيين عمالة سوريين يعني ما فيش عندنا فرق إنه تطرق ده سوري ولا مصري لا 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 نعلم السودان ونعلم المصري أحسن ما نكون نعلم السوري عشان ده لينا فخر لليه لما أطلع بلده أقول تعلمت إنواحد تتعلق مالشيف ياسين تعلمت مطعم كذا وإنت أول ما أروحت الناس كانت معاملتك مع الناس إزاي أم أنت أول ما دخلت ناس عن البلاب عالناس جديد أتعملت معهم أزاي إيه أمول ما دخلت معهم ما دخلت معهم إنو يعني أريد استجوب مخهم إيه بقى الزاي يعني دخلت معهم مبتدي إنو أتوني أنا معكم شيف وأنا معكم أخوكم وعايزين نبتدي صفحة جديدة ابتدي تحمسهم بقى عايزين البناء ده لما يطلع السلم لأخر درجة يوعى لازم نطلع واحدة وواحدة عشان نكبر المطعم ده يكبر باسمنا مش باسم صاحي المطعم اسم صاحي المطعم هو موول بالأخير مش مهني أما لحنا باسمنا حيطلع المطعم لما يشتغل المطعم يقول المطعم الشيف ياسي اللي يمسكه هو اللي مشغل الدنيا كلها عشان كده لما تشتغل تشتغل ببمير تشتغل بقلب ولحنا عندنا السوريين كسوريين لما نشتغل حاجة بنحبها يعني نشتغلها في بمير مش نقول خلاص معروفة جدا معروفة جدا اوضي الشيف بتاعنا ونمشي لا لكنا عايزين نشتغلها في القنيان بتاعها تغلو النظافة وعندين الشيف لازم يبقى مبدع في شغل طبعا ولحنا عندنا عام حاجة في الاكل النظافة دي اهم حاجة عندنا طب دلوقتي انا هستغللك شفاسين اعرض معينا اول طبق وهي المقارونة الوايت سوس بتاعتي زي ما انتو شايفين كده جماعة اه كده خلاص خلصناها هي مقارونة خفيفة جدا ومش دسمة اول بنخليك يا شفاسين ده منزوك بيحدو اللي ايه لا زي ما انتو شايفين كده حطناها معنا وبعد ما حطناها هتدي ارش عليها جبنة متزرلة من عالوش بتاعي تمام ده كده اول طبق معانا اللي هنقدمه جم كفتة الحاتي طبعا كفتة هي شغالة عندي وشايف ياسين هيرجع طبعا للكبسة ويقول لنا بقى اخبارها ايه نشوف اللي حصل فيها ايه اكيد طبعا لا لسه لسه مش هننزل يعني بالروز دلوقتي لا لسه احنا عادين وانا مش هسيبها لما لازم ناكل منها طبعا طبعا شرف كبير جدا يا شفاسين والله ان حضرتك معانا ومنورنا النهاردة انا خليك يا رب بنور الدنيا كلها انت تعرفت بقى على المسابقة بتاعتنا ازاي والله تعرفت على برنامج بتاعنا ازاي والله ايه الى بدافة حورناجي اه ايجيت لعندي المطعم وشافت شولي ودايت شولي اقعتلي لأ انت لازم تنزل معي البرنامج عشان اكلك بجد فضيئ ومرة كمان احب باشكر الاعلامية المتقلقة الاستاذة حورناجي بجد هي بتقف مع اي حد سواء تعرفه او سواء ما تعرفوش بجد يعني اللي هي ما بتقولش الحد لا على اي حاجة لو شايفة فيك موهبة كويسة بتبتدي تساعدك وتبتدي تنمهالك وبتقف معك لحد الاخر ما بتسيبكش ويعني انا بصراحة ارجع واشكرها تاني وكل الشكر والتجدير لها عمري ما كنت هوصل للمكان اللي انا فيه دلوقتي لو ما كنتش قابلته في حياتي ربنا يخليك ده انسانك وعيسة جدا والله بجد يعني لما يجد لعندي المطعم اقعتلي قدرتلي الاكل بقى طالبي تشايف اقعتني انا عايزة الشيفة اشكره على الاكل ده المميز بقى ريحت نزلت لعندها الطرابيزة اقعتلي اتفضلي يا مدام اقعتلي انا معك مدام حهور ناجي صحفية في قناة الصحة والجمال قلت له يا ميت اهلا وسهلا اقعتلي بحب تكون معنا مشترك في القناة قلت له ما فيش عندي مشكلة اقعتلي يا ميجد الاكل تاعك مميز لازم نعرضه للجمهور عشان يعرف هو بيأكل ايه من مطعم ايه لازم يشتق يعني يدوق بنفسه يدوق منه طبعا قلت له ما فيش مشكلة والنهاردة ان شاء الله يعني زي ما انتو شايفين عبتكم بس اكيد برضو يعني شيف ياسين فيه تكات في اللطباء بتاعات السوري اكيد طبعا برضو بيكون فيها تكات مش معروف ومش ايه حد بيعملها اكيد طبعا انت بقى يعني احنا من خلال برنامج كده نحب نعرف اعزائي المشاهدين ايه التكات اللي في الطبق يعني مثلا طبق مثلا زي روز الكابسة هو اصول سعودي تمام مش مش سوري ايه التكات اللي فيها يعني انا مثلا لو انا ست بيت وبعمله عندي في البيت هعمل ايه بس هل هي اللعبة كلها اللي احنا عملينا في التوابل اه تمام التوابل تتبيلت طريقة التوابل لما تفرمها انت انا بقى اخدها حب وانت بتحانه على ايدي انت بتحانه على ايدي انا بتحانه على ايدي عشان ايه عشان التوابل تبقى بقى فيها حاجات مخشوشة او كده مش مزبوطة بقى انا بقى اخدها حب واتحانه على ايدي اللي انا عايزه بطبق ايه اللي انا عايزه اه وعندنا حاجة بقى ايه اللي هي النفس زي اهم حاجة النفس طبعا مهما حط حيبقى أكله جميل جداً أكيد طبعاً وزي ما أنتوا شايفين التوابل كلها نخب أول يعني وكلها متوفرة عندنا برضو كلها متوفرة أنا بجيب من أي عبطار مصر ممكن تشرح لنا تاني برضو لعزة مش هادين عشان نعرفوه تمام عندنا هنا الحبهان اللي حتناه هو الكبسة والزبيب برضو اللي حتناه الكبسة وعندنا هنا الكاري الكاري أنتوا عارفين وطبعاً وعندنا هنا البهار للكبسة اللي هو سبع بهارات عبارة عن كباب السنية وكسبرة وكمون برضو يعني معلش عباطة حضراتك ثانية الكاري بيكون محطوط في كوركم عشان في ناس بتقول لك هنحط على رأس الكبسة لا 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 ده من غير كوركم خالش صح؟ اه ده صافي عشان لو أنا جبته مطحون هلاقي في كوركم هتلاقي في كوركم لا أنا مستيغلش في كوركم فاحنا بجيبه حب وانا اللي بحبه بجيبه حب وانا بطحونه تمام عشان كده بيدي انه التاس بتاعي مختلف عن برا اكيد طبعا وعند هنا بقى الكباب السنية اللي هنا لنبعارات الكبسة اللي فيها الكباب السنية فيها الكزبرة فيها الكمون فيها برضو الحبهان مفحوم طبعا أنا دلوقتي بتادي تشم ريحة الكبتة بتاعتي ده ريحة فظيئة قوي والله بصراحة أنا جوعتني قوي طب أنا أخليك يا رب طبعا مش أحلى بالكبسة رب أنا أخليك ده من زوقك نشوف نرجع لي الكبسة نشوف إيه اللي حصل فيها بقى ياريت برضو وأنا هبتدي أعرض عندي كده بدأت تغلي معنا اه نفيش خمس دقيق كده وحننزل في الرزب أنا هبتدي أحب أعرضها مع حضراتكم ده هيكون تاني طبق لي وكده أنا عندي الوصفة سهلة وبسيطة مش محتاجة أي شغل كتير وبرضو ممكن أعملها وإن شاء الله هتنول إعجابكم اللي هي عملنا إيه النهاردة هنعيدها تاني كل الوصفات شفت شف إيه هب الوروب الشمس عامل إيه بفراخ طبعا عطاها لون مميز أكينا جيبها مندي بصراح جينا جيبها مندي المندي بقى بيعملوها إيه بيعملوها في الأرض مدفون مدفون دفن بقى اللي احنا بنعمل نفس الطريقة بس على الغاز بس على الغاز وبرضو بيدي نفس التست تمام عشان لحنا بنعمل إيه توفير للبيت لو عايز يعمل مندي مش عايزي طلعي يشترون من بره شف ياسين قصدو إن احنا بدل ما نروح بره وندفع فلوس كتير في مطاعم لأ احنا ممكن نعمل نفس أكل المطاعم بنفس التست بتاعه الطعم بتاعه المميز جدا وجميل جدا وهو في البيت طبعا مندي بيعملوه مدفون احنا عملناه لك بطريقة سهلة ومميزة وهو هيديك نفس التست نفس البليفر بتاعنا بس على الغاز تمام دلوقتي شف ياسين هيكمل لنا باقي الحاجة بتاعته اللي هي الكابسة دلوقتي باقي شف ياسين نعيد تاني الحاجة اللي احنا عملناها عشان لو فيه حد عزي مشاهدين لسه داخل وبيتفرج عليه ممكن تشعرون جدا احنا عملنا هنا الكابسة بالفراخ تمام وعملنا هنا الكبابة الناية لا احنا عملنا في الصيف مواصفة لكننا لسه داخلينه هنعمل طرق بتاعتها ايه تمام احنا الكابسة الفراخ حطينا اول حاجة سمنة ميجرام سمنة وبعد كده حطينا نزلنا بالزبيب وبعد كده نزلنا بالحب اهان الحب مش المطحون طبعا وبعد كده نزلنا في الكاري وبهال الكابسة والملح وبعد كده حطيناهم في المية يغلو حوالي عشر دقائي بعد كده نزلنا في الفراخ بعد ما نزلنا في الفراخ حوالي ربع ساعة حطينا اللي هو غروب الشمس اللي هو ملون الفراخ عشان تدي اللون بتاعها والشكل بتاعها بعد كده اللي احنا حطيناهم حوالي نصف ساعة يغلو بالمية بعد كده هننزل بالرز بعد ما يغلق بعد فضل الشيطان فاضل 3 دقائق على الحلقة الضبط وتنتهي فممكن نوصف لو احنا مش هنقدر ان احنا نكمل الطبق دوة ممكن نوصفها يعمله الناس داي وان شاء الله هنصوره ونرفعه على صفحة البرنامج ويشوفوه وان شاء الله برضو نعمل live تاني واحنا بنعمله هنرفعه على صفحة على صفحة بتاعة البرنامج وان شاء الله طبعا مش هكون اول مرة اكيد طبعا عطول بزيلا عكم بشرفلية والله اوصف بقى دلوقتي هننختم الكبسة بتاعتنا ازاي على كده احنا شرحنا عطينا فيها ايه والمية بتاعتها وهو بدأت تغلي دلوقتي المية بتاعتها تشرف بدأت تغلي خلاص بعد كده احنا هننزل بقى بالرز دلوقتي زي ما انتو شايفين هننزل بالرز رز بتاعتنا حاطت معا حاجة لا رز بس مات بس بكون نعف اه طبعا حوالي تلت ساعة اكيد وبحط بقلب الرز مية عشان الرز يعطيني روح واحدة ما يتخبص والنكهة بتاعتها طبعا نكهة بتاعت الفراخ والتوابل العدمي طبعا على كده احنا نزلنا بالرز حطيناه كده احنا خلصنا الكبسة هنغطيها حوالي تلت ساعة بعد كده نطف عليه ونقدم الطبق خلاص يعني خلصنا الطبق ده طبعا ده بيكون طبق علامي جدا واساسي في اي وجبة طبعا اكيد طبعا طبعا وبعد كده اللي احنا منزلوق قبل الكاجو واللوز ده تزوئة ده التزوئ بتاعته بيكون برعه الكاجو واللوز اه طبعا هو اللي راح ده هو النقص يعني لو عايز زلوق عايز مش زلوق ده بقى هو حرفيه اه ده بس لحنا الكبسة دي دلوقتي خلص وبرضه ممكن احط معاه منكسرات لأنا دلوقتي عايز احط معاه منكسرات كاجو واللوز تحطه في الاخر ولا هو طالع لا تحطه في الاخر تقليف في الطاصة مع شوية دي سامنا تقليف تحطه على الوش في الاخر بقى اللي هو الفينيش بتاعه ايوه في الاخر ده الفينيش بتاعه دلوقتي حضارك بقى هنشرح سريعا لو معانا وقت عملنا دي زي الكوبابة دي الكوبابة الناية اللي احنا عملناها تمام في اللحمة المفرومة 300 جرام اه و200 جرام برغل ناعم من حوالي ربع ساعة وبعد كده نزلنا بالملح والفلفل اسمر والليمون مبروش برج والجلد التطيب مبروشة حتى صغيرة برضه كمام ودعكناهم حوالي تلت ساعة تلت ساعة دعكناهم كويس عشان البرغل يتناسق مع اللحمة بعد كده حطيناهم في الطبق ومديناهم في الشكل ده لشكل سمكة معمول بعد كده حطينا على الوشها عين جمل والزيت الزيتون وده قدمناكم الطبق تفضل اشرحنا الشيء بهاب على الطبق كفتة الحياتي عملنا 800 جرام من اللحم الصافي و200 جرام من الزبدة عملت معاهم بصلايا وسط بشرتها طلعت الماء بتاعتها على جنبه وخدت البشر بتاعها حطيته مع كيلو اللحمة اللي عندي حطيت لها الطب اللي انا عملها الى مخصوص اللي هي عبارة عن ايه معلقة فلفل اسمر معلقة الكمون معلقة كبيرة من الملح وحطيت معاها ورق لوري مطحون وهيل اللي هو الحبهان مطحون وحطيت معاها شوية من الجسط الطير وقفلناها مكستها كلها وسيخناها وحطيناها عالجريل وعملنا زي مكارونا البينالويتسوس 4 معالق من الدقيق ربع معلقة من الفلفل اسمر ونص معلقة من الملح نزلناها معا شوية من الزبدة او شوية من الزيت قلبناها كلها لحد ما لنا ابتدى يصفر معايا يبقى جولدن بعد كده نزلت عليها كيلو لربع من اللبن قلبت لحد ما البشم البتاعي تقل حطيت بعد كده بمكارونا لبيتنا معايا وقالت تها وفي الاخر خالص جرنشتها بجبنة موزرلة بالطبق ان شاء الله دي النهاردة والله كان نفسنا جدا يكون عندنا وقت نعرض الكابسة اللي راحتها تحفى تتشيف ياسين انا بحب بشكر حضرتك جدا مرة اخرى الله يخليك يا شفيها الله يخليك وبشكر فريق الاعداد كله وبشكر لجنة التحكيم وبشكر الاعلامية حور ناجي مرة اخرى وان شاء الله دي اخر الاطبع معنا وان شاء الله الكابسة هنعملها وننزلها لكم على صفحة البرنامج ان شاء الله باذن الله يشفيها ان شاء الله نواطنا لشرفية من احنا طلعنا معكم النهاردة والله ان شاء الله المرة جاينا هنعملكم وصفات اكلات رجيم اللي عايزي اه اللي عايزي تخسز اللي عايزي كده اعملهم وصفات حاجات حلوة وفظيئة ان شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة من برنامجكم شيف ستار انتظرونا الحلقة القادمة اشترا اشتركوا في القناة